مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وتعمل بما يخدم الشعب فقط هذا وعن الحكومة فهي كالاتي أولا عرفت حفاظ الرئيس سبون على وزير العدل بالقاسم زغماتي كما تم تعيين المكلفة بالعلاقات مع البرلمان باسم أزوار وهي كانت نائبة برلمانية شهيرة كانت عرفت بمواقفها الثابتة ضد النظام البوتفليقى وحاربتهم طويلا أما أصغر وزير في الحكومة الجديدة هو ياسين وليد عمره 26 سنة وسيشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسة النشيئة وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي وزير صحة عبد الرحمن بن بوزيد وزير طاقة عرقب محمد وزير طربية محمد أجاود وزير تعليم العالي شمس الدين شيتور وزير تتكوين هوبان فريحة وزير التقافة ملكة بن دودة وزير البريد إبراهيم بومزار وزير الشباب والرياضة صيد علي خالدي وزير التضامن كوتر كريكو وزير صناعة فرحات إيتالي وزير سكن كامل نصري وزير تجارة كامل رويق وزير الاتصال عمار بن حيمر وزير صيحة حسن مرموري وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وزير تلبيئة نصير بن حرط هذا وخسلفت أعمارهم من ثلاثون سنة إلى حوالي ستون سنة تسعون بالمئة من هذه الأسماء تعتبر أسماء جديدة لم يسبق لها الظهور بشكل كبير لهذا فمعرفة كفاءتهم يتطلب بعد الوقت في انتظار الكشف عن كامل التفاصيل فما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات كما لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا شكرا للمشاهدة